يقوم بتدخلات لفائدة الناس اللي ما عنداش فلوس عليش اليوم العمادة من عوذية وسوية اللي هو اللي يطرحوا العباد لكنا نشوف اليوم المسألة من منظور قانوني وعليش مجلس الجهوي للجنوب الشرقي ولايات جابس مدنين وتطويين يقوم بمنع هذا للطبي بخرج بيان فيه برشة تفاصيل كيف تخليه البيان على الشيء ونفهمه مباشرة من رئيس المجلس الجهوي للجنوب الشرقي لعمادة للطب دكتور منجي جنونو هذا الموضوع دكتور مساء نور أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكم وتحياتي لديوان الفام ومجتمعي ديوان الفام شكرا لفضلك دكتور مرحب بكم معانا في المباشر شنه الحكاية دكتور اليوم شنه القانون يقول عليش اليوم الطبيب هزايا تم منعه من القيام بالتدخلات هزايا في ولاية جابس هو في الحقيقة موضوع مهني يبحث وخرجها الإطار المهني بكل أسف على مستوى التشريع الجاري بالعمل تم قوانين منظمة للعمل الطبي وثم قوانين منظمة للمؤسسة التي تشهر على العمل الطبي صفة عامة تم قانون لنظم مهنة الطبي تم قانون لنظم المؤسسات الاستشفائية بسواء الخاصة أو العمومية وصلاحياتها تم أمر لنظم العمادات ومشمولاتها ثم تم أمر اللي هو مجلة واجبات الطبيب اللي فيه جميع مقتضيات الواجب الطبيب اللي يكون من كل طبيب يكون يقسم ويلتزم بالتطبيق والانتسالة للمقتضيات الأمر هزايا في التركيب العمادة الأطباء فيها عمادة وطنية وفيها ستة مزالة جهوية وكل مجلة جهوية عندها سلطة ترتيبية وسلطة التوفار البيبليك معناها سلطة العمومية وعلى سلطة العمومية في التريتوار ولا في المجال الترابي اللي يخضى على واضح من نسبة الولايات قابس مدنين تطوين هي المجلس الجهوي بقابس وثم المجلس جهوي آخر في تونس وفي باجا وفي السفاقس وفي قبسة وسوسة كل مجال ترابي هو يرجع مرجع نظر نظم الطبيب وقت اللي يده طبيب منتصد في مجال ترابي معين كما الحال مثلا نقوله في تونس العاصمة في تونس العاصمة عنده المجال العملي متاعه هو في تونس العاصمة في عدية كان عنده المرضى متاعه وعنده مسؤوليتها بشكله تواجد ويكون مرجع نظر العمادة اللي موجودة في تونس وهو الحال بالنسبة للطبيب اللي نحكيه عليه دوما هو الكابيني متاعه في تونس العاصمة طبيب لأنه ما غير اسم ما غير ما نذكره اسمه ما نحكيه على حالة احنا مع ظالة ما غير ذكر اسمه الحالة هي بسفة عامة طبيب في تونس ولا في ساقس ولا في سوسة والحال بالنسبة لأنه في تونس وهذه الملف بين العمادة الوطنية والعمادة الجهوية تونسية تونس وكادس طبيب يشتغل في مكان هو بش يكون عنده مرجع نظر نتاعه العمادة اللي هو متواجد فيها هذي قانون معناتها حازم في الموضوع هذيه معناتها ما فهميش ولا حازم في الموضوع هذيه حازم في الموضوع هذيه وما فيش حتى لبس معنات أنا عندي كابيني في سفاقس ما يلزمنش نخرج نخدم في سفاقس واضح وقتاش تنجم تخرج وقتاش تنجم تخرج مثلا وقتلي نقوله باش نعملو قافلة قافلة طبية وعادة القافلة الطبية ما يقوموش بها أشخاص وما يقوموش بها مؤسسات خارجة على الإطار التنظيمي للمؤسسات الصحية يعني جمعيا نتنجم مش تعمل عيادات دورية نجم تساهم في في استقفاء غرفي مع مع المؤسسات الصحية مع النقابات الصحية مع ربما حتى العمادة نجم تساهم شوية واختلكون حاجة ضرصية لكن معيش نتاع تواتر يومي أهام وكل طبيب عند الحق في عيادة واحدة وليس لحو الحق أن يستغل بشكل مباشر أو غير مباشر ما يكون يعتبرك عيادة ثانوية أو ما شبهها مع أنت من جمشة يكون عندي مثلا عيادة في تونس نحل الفرع في جبس ونحل الفرع في جبس وإلا نمشي في مكان اللي عندي فيه عيادات دورية في جبس مثلا ماشي عيادات دورية تعتبرك أن هذيك عمل عمل طبي يخضع للقانون ونحضر فسرنا دكتور مثلا أنا عندي كابيني في تونس العاصمة ما نجمش نخدم نعمل عيادات مثلا مع كلينيك في جبس لا ما عنداش الحق ما عنداش الحق بش يعمل عيادات كما إنسان طبيب يشتغل بجبس ما عنداش الحق بش يعمل عيادات في تونس حتى إذا كان الاختصاص مش موجود مثلا حاجة ثانية كتاب دا سمى الاختصاص ما مش موجود بش يكون بالطبيعة تحت إشراف وزارة الصحة من ناحية المجلس الجسمة لدار الجهوي الصحة وعمادة الأطباء وقتها تعطي التسهيلات وتعطي الترخيص بش الطبيب بذك يقوم بعيادات في الكلينيك يقوم بالعيادات في مؤسسات قابلة ومهيئة لذلك هتنجي الأصل الشيء ما تنجمش تحل بابها لعيادات طبية دورية ما عنداش المؤهلات لا في الملافات لا في السر المهني لا في تجهيز الطبي اللي يلزم يكون متوفر بش الطبيب يقوم بما يلزم حسب الطرق القانونية وحسب ما يقتضيه العمل الطبي هذا كله ما نرجمش يقوم وما نرجمش يكون بالطريقة هذية هذي نجي الأصل الشيء دكتور اليوم نحكي على طبيب الكابيني متاعه في تونس يقوم بعيادات في جبس هذا يما منوع حسب العمادة متاعكم حسب القانون وانتوما كعمادة في الجنوب الشرقي من حق منكم تدخلوا في إطارة وطبيب ما عندوش كابيني في الترطوير متاع جبس يجي يخدم في جبس ويعمل عيادات مع تادي كلينيك موجودين في جبس لكن سؤالي ليك دكتور هل أنه القانون يمنع أنه طبيب يقوم بالعمل المجاني أو العمل التطوعي أو أنه يقوم بعمليات لفائدة ناس فقراء هذي ربما اليوم المؤاخذات متاع الناس يقول لك طبيب اليوم أنتوما منعتوه بش يقوم بعمل خيري العمل الخيري منظم أو غير منظم وشنية الحدود متاعه العمل الخيري يعمل فيه الأطباء بشكل يومي معناها ما فيش حتى نقاس لكن بدون إشهار وبدون رياء وبدون تشهير وبدون زد خرق للقوانين المنظمة للمهنة أنه بش يكون تم تدخلات ظرفية في ظرف معين كاستدعاء طبيب في مؤسسة فواء مؤسسة خاصة ولا مؤسسة عمومية بإعلام مسبق للعمادة الأطباء لأن حسن الأعلام شو هو الأعلام في نهاية المطار هي عبارة على الضمانة للطبيب على مستوى العمل المتاعه على التنقل المتاعه وثم حاجة أخرى أن وقت اليد طبيب في مكان معين هو يملتزم بش يكون تحت طلب المرضى متاعه وفي الأسعاف متاحه ما يكون شيء في مكان بعيد بش نعرج على التدخلات الجراحية المجانية في جابس بكل أسف ما تماش تدخلات جراحية مجانية في جابس لأن لو نقول جراحية في جابس بش يكون تم تعاقد على مستشفى محلي أو مستشفى جيهوي أو المستشفى الجامعي وجي تقم طبي بش يقوم بذلك بعلم المؤسسة المعنية وتحت إشرافها وتحت ضمناتها المادية والمعنوية في المشؤولية الطبية أنه بش يكون تدخلات في الهواء بكل أسف أنه إذا كان طبيب يقوم بأيادات خارج الإطار القانوني ثم يعمل تدخلات جراحية في مؤسسة خاصة مستحيل أنه بش يكون له هذه مجانية بش بمؤسسة ما هو ينجم يتنازل على أتعابه مثلا الطبيب ومع ذا كل حق الكلينيك والتداوي وغيره ينجم يكون يتنازل على الأتعاب متاعه لكن بالنسبة للعمل الطبي في الدوري يعني بش يكون بصفة دورية ما ينجم يقوم به يقوم به في إطار خاص في إطار خصوصي في إطار بوكتويل معناها لعملية محددة محدودة صنع عنصرة ثانية وقت اللي بش يعمل التدخل المجاني وفي المكان اللي هو يرغب أنه بش يكون فيه أكثر ما يمكن ينجم يستقر في المدينة أو في المكان اللي هو يكون عنده أقرب للوضع هذاكا لماذا التنقل من مكان إلى أخر معك لو كان هذا الطبيب مستقر في جابس والكابيني متاعه مثلا الموجودة في جابس حتى مشكل يستقر حتى العمادة تمنعه مثلا منان يقوم بتدخلات لا العمل المجاني هو موجود حتى في القانون حتى وقت القانون المنظم للوحدة أولا المهوش مقبول أصلا التنقيص في التعريفات القانونية بشكل يكون فيه نوع من مع تقول وحنا واحد يكسر في الأسعار معناها غير شريفة ثم ينجم الطبيب عنده الحط والمجال وهذا معمول به من العديد من الأطباء لكن ما يحكوش به ديار بالنسبة للمرضى اللي هما لوعا ما في حاجة إلى العلاجات المجانية هما كثيرين وأكثر من التعدية والكلفة من الطبيب وممكن اللي يتخلى عليها نعطوهم إمكانية اللجوء إلى الدرواز فيما هو أهم وأكثر كلفة من العيادة في حد ذاتها لكن نرجع لموضوعنا على مستوى الإمكانية التعاقد أن الطبيب من حتى نجم يتعاقد لكن التعاقد ذاك يخضع إلى فصل واضح في مجال التواجبات الطبيب أنه يكون بين مؤسس طبية التي تكون فيها جميع المواصفات على القيام بظمان يعني تدخلوا الجراحي ولا الطبي العيادات ولا التدخل ولا هذا ثم تأخ تعرض هذه المش اتفاقين فماش اتفاق مع بعضنا ينزل فصول فيها في التعاقد يكونوا مؤشرين من طرف العيادة ومع توتين مسبقا للواحد أكيد بالنسبة الموضوع هذائي موجي في حد ذاتها على مستوى شخصي أو على مستوى الطبيب هذائك بالذات يعني فمش كون شخصا لحكاية بلا لا مش شخصا مع مؤسس مهنية تخضع إلى واجبات قانونية أولا وقبل كل شيء الأهم اللي اللي كنا باش نرجع هو له كون على مستوى التدخل من تال عمادة هو في حد ذاته هو محط الملف هذائي عند مدة في إطار المتابعة على مستوى المجالس جابس وتونس والمجلس الوطني عند مدة كبيرة أما أهم أهم حاجة هي لو نعط سنة ونعط كل ما يعني من شكر وسنة على من يقوم بعمليات كما هكا عمليات هني في جابس ما عيادات مجانية ومحط إشكال لكن الإشكال هو أن الذي خلنانا نوعا ما نهبطه الواحد هو برفع الانتباس وإعلام الرأي العام أنه ما سماش موجب أنك باش تشكر الواحد تقوم ب بكل شراسة معناها على تقزيم و القبح في التقم الطبي في جابس كامل قام به الطبيب هذا وأن أنت قزم زملاء بكل أسف هو قام به هو لا سفة مباشرة لا نعم حبينا مساند العام كون راه ما سماش كان العمل المجاني اللي باش يقوم بيه هدايا باش نقضح في كفاءة الطبي اللي موجودة في الجاي كفاءة الطبي اللي هي تقوم بوجبها على أحسن وجه في البيان قلت ونبهنا عليه قبل معنتها أعلمناه ونبهنا عليه أعلمناه وعلمه بالتجاوز هذا هو الإشكال وفم المواصلة هذا بكل أسف معتر رغم التنبيه فم المواصلة رغم التنبيه فم المواصلة ورغم الانتزام متاع أي طبيب هو ولا غيره من الاحترام مقتضيات مجلة واجبات الطبيب خط الواجبات الطبيب هي الأنصر المقدس في العمل سؤال أخير دكتور مونجي جنونو هل يمكن الموضوع إذا تم التنبيه على الطبيب بتجاوزاته وقعت معتها مواصلة في التجاوزات متاع وتنرجم للعمادة إلى القضاء ولا شنية الإجراءات التي تقوم به القضاء هو ما هوش في مجال المجال التواجبات الطبيب بما كل طبيب يقوم ب إخلالات أو تجاوزات فيما يخص العمل الطبي هو يكون عرضا إلى المسائلة التأذيبية أو العقوبات قد تصل إلى ماذا إلى الشطب مثلا أو إلى غل التوبيخ إلى الشطب المؤقت إلى المنع المؤقت إلى الشطب وفتي تكون حاجات جراف معنات أسر لكن لدرجة هذه مبدئيا هو أنا سؤال اللي بس نطرح بعد سؤالك لو سمحت تذل اللي هي حاليا ناس كلها نحب نطبق القانون نحب نحترم القانون ونحب نفرض القانون هل نحب القانون ولا نحب على ما يقع حاليا من تتحول إلى القدح في الطاقة من الطبي إلى الثلب بين الظفرين إلى المجلس عمادة الأطباء نحب تطبيق القانون ولا نحب الحملات الهستيرية الفيسبوكية نحب الأمور مسيبة غير قانون وحاجة ثانية رأيه في الواجبات الطبيب هي ضمانة ضمانة بالمريض الطبيب قبل كل شيء هو ملزم بالاحترام هو ملزم بالانضباط هو ملزم بالمحافظة على شرف المهنة ومن أوكد الاحترام بالمريض أنك تأخذ بسواء مجانا وإلا بمقابل تأخذ في ظروف تحترم ذاتها البشرية تحترم سرها المهنة تحترم خصوصياتها هل من الممكن والمعقول أن خارج مؤسسة مهنية منظمة مؤطرة عندها الحق في القيام بمثل هذه التدخلات الطبية سواء علاجية ولا وقائية وتكون على قريعة الطريق وإلا بدون تعطير وبدون تحديد المسؤوليات في أي من الأطراف التي تقوم بذلك وابا ملف مهني وابا أشخاص عندها سر مهني أشخاص تتدخل بسيسة غير مباشرة فيما لا يسمح لها القانون بالتدخل فيه هذا كله يتحط في الميزان ومن المفروض الطبيب في حذاته هو يعني سما يحجر تعاطي الطب بصفة متنقلة ما عدا في القوافل وفي القافلات التي تكون بها يعرف جيدا القانون هذا يعرف أي طبيب يعرف القانون المشكلة فهيش أنك تعرف أنك تقوم بشيء أنك لما تقوم بشيء ويقع تنبيهك وإلا يقع أنك تواصل فيه وربما حتى معناها حتى من مش من من يجهل القانون وفي بالهم باه نشجع العمل الخيري لكن ديما في تار القانون هو ليس مؤسة طبيع ليس مؤسة طبيع العمل الخيري هو يساعد على اللجوء إلى الأسواء لأكسي الأسواء مع اللجوء إلى هذا هو المطلوب وأنا أتمنى كون على مستوى التواصل الاجتماعي ما يوصلوش في جلد الذات على مستوى القابس خطر فما نئات الأطباء اللي هما أساذ حاليا موجودين في قابس ويشتغلوا في قابس كانت الكاريير امتحهم استشفائية جامعية وسلموا ويجوه في قابس بشيخ مولبلاد على ثلاثين واربعين سناء بشيكون معناها تويكة في مستوى القضح في كفائتهم وفي مديتهم وفي معناها كلام ربما غير منطقي بشواحد يذكر في إنصار هدايا لكن يبقى زادة في المقابل أن عمادة الأطباء هي مؤسسة مهنية مستقلة عندها سلطة ترتيبية معناها سلطة عمومية وأكيد ما تنجمش تحل جميع المشاكل الخفية التي هي موجودة للأطباء ثم تجاوزات التي هي لا تصل للعمادة وحتى العمادة تشارك في بعض الأحيان غير قادرة على حلان الأشكال هداك وتبقى مرتبطة أساسا بالنسبة للطبيب بأخلاقه وضميره وانضباطه لهذاته بشيكون يبعد على التجاوزات هذي واضح شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور يعطيك صح على كل التوضيحات على كل أضيف أهو وان نريد نطبقوا القانون وإلا نسيبوا وانا نسيبوا الماء البطيخ ولا دكتور تبع في كأس العالم تبع مغروم شوية بالكرة وهو كذلك مباراة الآن مباراة هاي مش عتيكي النتيجة المباراة دور ساعة تشجع في الارجنطين ولا في في كرواتيا بالنسبة اللي يربح صحاليا غدوة المغرب بيانسور افتتاح النتيجة عن طريق ضرب الجزاء ميسي يفتتاح النتيجة رفعيدة الارجنطين دقيقة 34 من الشوطر الأول تقدم الارجنطين على حساب كرواتيا شكرا ديك دكتور يفضلك نخلي لك متابعة شيقة ان شاء الله وممتعة لبقية ردهات الشوطر الأول والشوطر الثاني شكرا ديك دكتور منجي جنون رئيس المجلوب